بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة الستة من سلسلة تعريف مواد الهندسة الكهربية. مقررات كورية الهندسة. جامعة إنشمس. الترم الاول. هنتكلم نهاردة بإذن الله عن المادة الستة والأخيرة في الترم الاول. وهي مادة الريبرت رايتنج. وأنا قصد أخارها للآخر لأنها يعتبر أسهل مادة في الترم وأجمل مادة فيهم. وهتستمتع بيها جدا. وتعتبر مهارة عامة. عشان كده كل الأقسام بتأخذها. فهكلمك النهاردة عنها. وبإذن الله مش هنطول. أعرفك كيف تجي فيها امتياز مستريح وانت مبسوط. يعني عمل اللي عليك بإذن الله. ولكن في الأول والآخر اتوكل على الله عشان ربنا يرزقنا ويرزقك. حسنا. هتلاقي هنا الفهرس بتاع كل حاجة اتكلم عنها. فتقدر ترجع لانتعايزه. وهتلاقي الورق ده في الوسط. فقدر تبص عليه. فبشكل عام. المادة بتتكلم عن إيه. هو عرفك على المادة بشكل عام. المادة من اسمها ريبرت رايتنج أو كتابة الخطابات. بتعلمك مهارة خطيرة جدا. ومن المهارات المهمة. يا جماعنا كذا مرة أ أقول ركز قوي على المواد اللي هي مشتة خصوصية. لان هي بتضيف لك مهارات الشركات محتاجاها. وما الكلية مش حتى مادة زي كده عشان يملو فراغ مثلا. لا. ولا حتى مادة زي البروابيلة عشان يملو فراغ. انت الحاجات تحتاجها بشكل أساسي ورئيسي. وانت بتشتغل. ما ينفعش تكون مهندس وشغال في شركة وجامد قوي في مثلا مجال الاتصالات الفلانية. مش عارف ايه اي حاجة. وما بتعرفش تكتب خطبات. يقول لك يبعت ايميل. تمكتب لهم عزي المستمع وتقوم كتب اي كلام. ده طبعا ينفعش. لازم ان عرفك الطريقة او الطرخ الرسمية لكتابة الخطبات. فعشان كده عملوا مادة بسموها الريبرت رايتنج او كتابة الخطبات. هيعلموك فيها ازاي تكتب ايميلات بطريقة مظبوطة. ازاي تكتب تقارير بطريقة مظبوطة. انت هتكتب في يوم الام تقرير عن اللي انت عملته في ايه في المشروع الفلاني او في الشغلانة الفلانية في الشركة. وهكذا. وهنعلمك كمان ازاي تكتب اصلا لغ انجليزية مظبوطة. وازاي تكتب علامات ترقيم مظبوطة. وازاي تحط رسوم بيانية تحطها بطريقة صح. ازاي تعمل او تعرض تقديمي. وتقدمه ازاي للناس. وازاي تتكلم قدام الجمهور. كل دي مهارات اساسية في حياتك كبني ادم اساسا كانسان هيشتغل. هيتوظف في يوم الايام. خاصة لو كنت رتوظف مهندس. فالحاجات دي كلها هيعلموا لك المادة دي. فهي مادة جميلة جدا. ويعني هتخرجك من مود الدراسة حبة. فالمادة ان شاء الله س سهلة جدا. تقدر تجيب فيها امتياز وانت موسوط. زائدنك ستطلع من الترم فاكر اللي انت تعلمت فيها. ودي من خصائص المادة يعني. حاجات تتميز بها مادة الريبرت رايتنج. انها تقدر تفتكرها ان شاء الله لو ايه. لو خلص الترم يعني. مش زي مواد ممكن تتنسي. يعني لو سألت حد انت فاكر نسبة كم في المية من مادة الفيلز. وكم في المية من نسبة الريبرت. هتلاقي النسبة اكبر في الريبرت. هو فاكر الريبرت وتتكلم عن ايه. ممكن ينسى تفاصيل الف لان الفيلز صعب شوية تفتكرها. ده لو انت ذكرتها غلط يعني. لكن لو ذكرت ايه حاجة صح ان شاء الله تفتكرها بكفاءة. طيب نقفل. نرجع تاني فخلصت الامر. المادة جميلة وسهلة وتقدر تذكرها بسهولة. وزي ما انت شفت الموضوعات اللي فيها موضوعات شيقة جدا. فاحرص نك تركز على المادة لي كويس. المادة بثلاث ساعات معتمدة. وفعلا وجديا من اجمل مواد الترم وألطفها. واكثرها فايدة ليك. لو انت بتسر على حاجات تفيدك بشكل عملي في المادة لي. وانا انصحك بلاش تكتفي باللي في المقرر بس. حاول تتعمق في الحاجات اللي هاتخدها بشكل شامل. يعني لو جدر سيتكلم عن المايكروسوفت وورد في حتة بتاعت الستايلز. انت خليه فرصة تتعلم المايكروسوفت وورد كله. لو جالك حاجة بتتكلم عن البرزنتيشن بتاع البوربوينت. اتعلم بوربوينت كله. بلاش تخلي نفسك مكتفي باللي في المنهك بس. زي ما قلت لك. اتعامل بعقلية الباحث وليس بعقليات الطالب. وانا هقول لك بإذ الله النهاردة بمذاكرة متوسطة. ازاي تقدر تحصل على A و A+. وانت متطامن بإذن الله تعالى. ولكن لازم نبهك ان المنهج سعب يتغير من عام لأخر. يعني من سنة للتانية المنهج ممكن يتغير. ممكن تلاقي اخر درسين اختلفوا. اخر اربعة دروس اختلفوا. يعني السنة اللي فاتت اخر اربعة دروس اتغيروا. اتحطت مكانهم حاجات شبيهة او بس مش هي هي. فانت ونصيبك. لكن الكور بتاع المنهج الاساس المجمل بيتكلم عننا وترك عليه. فانت تلاقي درس شالوت حتى در سيرحوا درس ج. لو انت فهمت اللي هقوله النهاردة في طريق المذاكرة تعف تنفذ على اي درس بإذن الله. اقسام المادة من الداخل المادة بتتكلم عن عشر دروس هلفلك عليهم بسرعة عشان تبقى انت عندك نظرة من فوق. عارف هتدرس ايه وكل درس ايه علاقته بالقبليه واللي بعد ايه. اول حاجة يبدأ معاك يعلمك اساسيات الكتابة. وايه القواعدة تكون متوفرة في الكلام انت هتكتبه. عشان اللي قدامك يفهم صح. عشان تكتب بشكل احترافي. فاول درس ي يتكلم عن الرايتنج الكتابة. عملية الكتابة السليمة. هيتدرك شرعة مصطلحات تعريفات ليها. كل معنى فيهم سهل او تفهمه من ترجمته حتى مش محتاج التعريف. ايه فمتحان يقولك المصطلح الفلاني هو انهو. الكلمة دي معناها ايه. كلام بسيط جدا زي ده لما تخشها تشوف. بعد كده بما انك كتبت خلاص. عايزين بقى ان يعرف. نخليك تقرأ ازاي الكلام اللي غيرها كتبه. فهيحط لك درس عن قواعد ومهارات القراءة. reading skills. هيكلمك ازاي تفهم كلام المكتوب بطريقة صحيحة. وهيكلمك عن القراءة بشكل عام. فانصحك تركز في الدرس كثيرا لان يجب عليها السئلة كثيرة. بعدها بما انك ستكتب وتقرأ باللغة الاساسية في التعامل في سوق العمل وهي اللغة الانجليزية. هم افترضوا كده. وهي اللغة المحادثات الرسمية دلوقتي في اغلب الوظائف. فعشان كده عمدوا لك الدرس التالب يتكلم عن قواعد انجليزية. هيدو لك القواعد الانجليزية الاساسية قوي. المفوضة تكون اي من قدم عارفها عشان نتكلم ببساطة. عافكة عايزة فيهمك محادثات الشغلة. اي ما معقدة ولا حاجة. بيقى اغلبها اي اما مصطلحات خاصة بالشغل بتاعك بالمجال بتاعك. ودي انت عارفها لان انت درسته اصلا. والباقي كله في حاجات بسيطة. فعل فعل مفعول حرف جر مضافق ليه. مش عارف اي الكلام ده بس بالانجليز بقى. فهو بيعلمك بقى الضماير حروف الجر. بيعلمك الكلمات الاشهر استخداما في كذا. الدرس على الانجليزية تحفة. ستركز عليه اول انه بمث ستركز كورس في الانجليز. فحاجة محترمة اول. الدرس الرابع هيعلمك ازاي لما تيجي تكتب وتقرأ بالانجليزي. تعرف تفهم وتكتب البانكتشويشن او علامات الترقيم. فعمل لك الدرس الرابع عن علامات الترقيم وقواعد الاملاء. فالدرس الرابع شفت انا قطب اللي قبليه واضح جدا. بيعلمك انك هتكتب بالترتيب كده. درس الاول هتكتب و بعدها تقرأ بالانجليزي. بصنا انا بردتي بالدروس ازاي. يبقى بحاجة تعلم قواعد الاملاء ايه يأتي واحد يقولك ده يحطين موضوعات عام عكس بعض. لا انت اللي مش فاهم. قول انا عايز افهم. ما تقولش ما تحكمش لما تفهم. فقادي الدروس كلها مترتبة على بعضها ومتعلقة بعض. جالك في الدرس الخامس عمل درس اسمه تايبوغرافي. تايبوغرافي فيدي اجاب مهي جدا وممتع وخاصة لأي حد بيحب التصميم او شغل الديزاينز وكده. بيكلمك ازاي تحط ازاي الحروف بتترسم. وطرق رسم الحرف وانواع الخطوط المختلفة. والخطوط بتت تقسم لكم قسم وكل قسم جواه كم ايه مش عالف ايه. بيعلمك ازاي الحروف بتترسم. هيخلي وجهة نظرك في الحروف تختلف. ريدنج دي مش زي ريدنج لما خليها كده. لما خلي دي مثلا مكتوب كاليبري. ده نوع خط معين. لما رحنا اخلي مثلا الوضع يختلف. الوضع يختلف. الوضع يختلف. رسمة الحرف اختلفت عن رسمة الحرف بتاع نظام الخط اللي قبلية. وهكذا لو خليت حاجة فيها مثلا ايه. خلينا نجيب كده اي نوع تاني. ده هذا الرسمة الحروف دي زي اللي قبلها. فهو بيدي لك بقى انواع الخطوط. طرق رسمها. الكلان دي كله بيدي لك في درس نسمه الطيبوجرافي. ادي خمس حاجات بتتعلقوا بالكتابة. القراءة. قواعد الانجليز اللي هقرأ وكتب بيه. قواعد الاملاء في الانجليز اللي انا هقرأ وكتب بيه. قواعد رسم الحروف اللي انا ففعل بستخدمها في كل اللغات. خاصة بقى اللغة الانجليزية تعيتنا. فكده اول باكتج اول خمس زروس دول. وتعلقين ببعض بشدة. وديك شفت فاديتهم ما تبقى ايه. ده هو مقرر المتر في الغالب. غالبا بيهو الخمس زروس هو مقرر المتر. طب النص الثاني من المنهج بيتكلم عن ايه. تبدأ في الدرس السادس يبدأ يخش بقى into the topic. بيخش جوه الموضوع. الموضوع يتكلم عن الخطبات. ادينا لك مقدمة لعرفك ازاي تقرأ وتكتب وتعمل. بعد كده هنقول لك بقى ازاي تكتب خطب بجد. وايه اشكال الخطبات والايميلات والميموراندا والليترز والحاجات اللي هتاخد. والايميلز هتاخد كل الح دي وطرق كتابتها بشكل عملي في الدرس السادس واللي هو بنسميه الليترز ايميلز ان ميموراندا. اما تخش هتعرف الحاجات دي معناها ايه. فالدرس السادس ده بداية الجد. بداية انه بيعلمك كلام عملي. وهو مستوى نفس القبليه. سهل برضه. ده ممكن يكون الدرس الاولية اصعب منهم كمان. طيب يجي الدرس السابع على جزئين بيعلمك ازاي لو هتحط جوه التقارير بتاعك او الخطاب اللي انت بعته او ايه ان يكون الحاجة اللي انت بعتها في الشركة عندك. عايز تح رسمة بيانية. عايز تحط الرسومات بيانية تعبر عن البيانات بتاعتك ايه وضعها. مين اعلى من مين مين اقل مين راح من جه في البيانات دي. فايه انواع الرسوم بيانية وايه طرق وضعها. وكل نوع معناه ايه وبيعبر عن ايه وامتى بنتستخدمه. كل هذا تاخده في الدرس السابع على وقتك شفت فيديته القوية الخطيرة. فا احرص انك تفهمه. في الدرس التامن علمك مهارة جمدة جدا في ميكروسوفت وورد في برنامج الكتابة الاشهر ميكروسوفت وورد. وهي او ريبورت او ايه ان يكن. ازاي تعمل تنسيق بشكل سريع. ازاي تعمل تنسيقات اسمها ايه? مع بعضها بشكل اسرع. ازاي ينصك كل العنوين مع بعض. وكل الفقرات مرة واحدة. بدلا معناه ينصك كلمة كلمة. فده درس تحفة. انصحك لما توصل عنده تتعلم ميكروسوفت وورد بسرعة. اكتب على يوتيوب. تعلم ميكروسوفت وورد. ويطلع لك واحد اسمه مثلا قناة نولوجي. اسمع الفيديو بتاعه. ممتاز. ساعة وبيعلمك البرنام طيب بعدها هيعلمك في الدرس التاسع ازاي تكتب خطاب ولا ازاي تكتب تقرير رسمي. ازاي تعمل فورمال ريبورت. ازاي تعمل فورمال ريبورت عن مشروع في الشركة. عن مهنة حاجة معانة انت عدتها تاسكت معانة انت ادتها. عايزين انت اعملت نكتب عندها تقرير. هيعلمك زاي ايه قواعد كتابة التقرير الرسمي المضبوط. اللي في ضبطك ده في قواعد منضبطة طيب نيجي في الدرس العاشر هيأك عن اخر حاجة خالص وهي انك ازاي عرض تقديمي بشكل احترافي. ما هو العرض التقديمي؟ البرزنتيشنز او اللي هي انك تفتح ملف باوربوينت زي اللي انا فاتح حضلاتي ده وتكتم عليه كلام هتعرضه قدام الناس فيه صور فيه رسومات بيانية فيه فيديوهات فيه كلام نصي مكتوب فيه مش عارف ايه الوان الحركات كانت كله يعلمه له فالدرس العشر ده في رأيي الشخصي هو افضل درس في العشر دروس لانه عملي جدا ومفيد لو انت وصلت له كنت فايق ساعتها ما كنتش مزنوق في الفاينل وتسمعه ليلت الانتحان فانصحك تتعلم باوربوينت معي لانه هيبقى نقل في تاريخك هيعلمك حاجة جميلة جدا وممكن اخر كم درس يبقوا تغيره فانا بكلمك على المنهج اللي انا شرحته على القناة غير كده يعني هتلاقي الكلام مختلف وعرفك تعمل معهم ايه لم يأتي وقتها طيب نصيحة مهمة هنا بقى هتكلمك على طريقة المذاكرة عشان تطبقها على دروس اللي موجودة في منهجك سواء هي نفس الدروس اللي انا قلت عليها ولا دروس مختلفة فنحطين هتذكر بنفس الطريقة وهي ايه لازم ان تقوم دلوقتي او متدقى في المادة اليوم اللي هتدقى في المادة تجيب كشكول خاصة في المادة دي او تفتح ملف باوربوينت او وورد على الجهاز عندك وتسميه باسم المادة وانا افضل الاختيار التاني يعني بدل ما تجيب كشكول ورقي وتقى فيه يعني اعمى شخبطة بقى وجاف ورصاص والدنيا خربانة لا افتح ملف زينا فاتحه ده انا بذكر كده والله افتح ملف باوربوينت زي ده كده وبالظه ادي ثيم معينة او ادي شكل يعني للبرة ادي اي اي الوان كده ثبتة من هنا وانا افتح كده دوس على design اختار اي ثيم من ده هخلي لك الشكل بص حاجة كده تناسبة شوف اي شكل منهم مناسب ليك وبعد كده سمي الفايل الاولاني باسم الدرس الاولاني بعد كده جوا اكتب ملخص لكل نقاط الدرس انت بتذكره وانت بتذكر اي ان يكون اسم الدرس وانت بتذكره امسك سطر سطر ترجمه وتشوف معناه ايه وتفهمه كويس وتحاول تطور على معلومات اضافية عنا حتى تفهمها لك بعد ما تخلص تقوم كاتب شرحه بالعربي والانجليس والانجليش ميكس ما بينهم تعمل ميكس ما بينهم زي ما انا بكتب كده في الفايل بتاعه وتقوم شارح الدرس لنفسك في صورة نقاط في الفايل ده يعني انت بتعمل فايل موازي لورق الكلية بدل ما تذكر من السلايدز الكلية اعمل فايل ليك انت خاص بك تذكر منه حيلا ويفضل بعد ما تخلص تدين الناس يعني شغل اللي هو داخلين سباق هي لا يا حبيب لما انت تطلع يعني لما انت تجيب الدرجة الحلوة وغيرها تجيب درجة حلوة انت مش تنقص فاهم الفكرة؟ سيخ من جو التنفسية ده لان اللي بيعمل كده هو اللي بينقص في اخه اللي بيحاول ادي الناس العلم اللي معي ربنا بيعليه لكن عكس كده انت انت اللي بتقلل نفسك فاهم الفكرة؟ يعني لما تداري العلم اللي معيك عن الناس انت مش تعلق ولا حاجة انت هتفضل انت والعلم بتاعك مكتومين فهتبقى خدت زنب غالبا ويا ما وصلت لحاجة لكن اللي ما تداري العلم اللي معيك للناس وتقول لها ياخدوه على الجهز ياعم او ياخدوه على الجهز هيحصلية انا بتعلن اتعلمت خلاص بس ده اللي يكفيني طبعا انا اتعلمت انا مبسوط والله الناس يتعلموا خير وبرك ده نفرح اكتر تهم الفكرة فاعمل ملخص لنفسك لخص فيه كل نقاط الدرس ما تسيبش حرف مش تحط العناوين الرئاسية لا كل حاجة تكتبها عندك بشكل عربي على انجلش كده ملخص جميل ملخص يمش عن انه صغير لا عادي ممكن يبقى كبير تقول لي طب هياخد معي وقت ياعم هياخد انت وراك ايه المادة ياخد يعني ايه لو اقعد اقعد معي كده معيش افتح اقعد درس في المنهج مستحيل ياخد معك اكتر من اربع ساعات متواصل اقعد بتذاكر بتلخص النقاط بتخلصه وتحل عليه اسئلة اربع ساعات ده اللي هو يعني كده انت شخص بطيء كمان لك انت الاسب تعمل ايه ما بتثبتش وقت طايمر وانت شغال فبيتهيلك ان الحاجة بتاخد وقت اكتر مما هي بتخدم لكن هي بتاخد ثلاث اربع ساعات في الاخر فاقعد بطايمر خلص كل النقاط على الدرس اللخصة اتلاقي نفسك تلعت بملخص محترم تتذكر منه على مدار السنة طيب الغرض من ده هو الحفظ الجيد وسهولة التذكر عند الامتحان انا عايزك تفتكر الحاجة حتى لو نسيتها عايزك تحط طرق للشرح تفكرك الحاجة غازبة عنها يعني انا اتحداك دلوقتي بص ركز معي لو قلتلك ارجع قولي العشر دروس بتكلم عن ايه مع ان كثة بدأتش فيهم العشر دروس بتكلم عن ايه بما اني شرحتهم لك من شوية قلتلك كل واحد علاقته بالتاني ايه فهتفتكرهم عكس لو قلتلك بص يا ابني بيتكلم عني يالله باسم الله وتم سحب نفس كده writing reading انجليزي punctuation typography في افتكرت حاجة لا لكن لما حللت الموضوع وربطتهم ببعض وقلت ده سبب وكذا وعدت كلل نفسي وكتب بالعربي واشرح بالانجليش ودخل دفده الموضوع تربط عندي في الناغي فلو جئت في الانتحان حتى انسيت المعلومة انا ممكن افتكرها من الصياح ممكن افتكرها من الجو العام بتاع الدرس لاني كنت تذكر صح ده اللي اقول لك اعمله انت يعني تعمل كده فهدفي من كل ده عملية التلخيص دي انك تساعدك فعلا متقن للمادة وتعبت فيها حتى ايه تفتكرها بشكل جيد وهنقل كده في جزء الأسئلة بس لم يأتي الدور يبدأ في جزء الشرح تطريق مذاكرتك للشرح طيب خطوات المذاكره السلمة زي ما قلنا كل مرة لازم ان تكون في مصدر شرح مناسب تحل اسئلة كلها لموجودة تحل امتحانات سابقة ده كله قلناها عشرين مره في الدروس الفاتحة مصادر الشرح المتاحة انا المادة بالذات اغلب دكاترتها الناس بتنتقدهم لانهم مش تخصصهم يعني هم جايبين دكتور مثلا بيدرس رأي في قسم مدني فحلو بيشرح لك حاجة كتابة خطبات فطبيعي مش تخصص هي حاجة مش تخصصية اصلا فهذا السبب ان اغلب الدكاترة بيقروا السلايدز يعني زي ما انا بشكر في نفس الدكاترة دول في موادهم هم في مواد غير اللي هي مش تخصصهم بيقروا السلايدز حرفيا فانت بتقاش طالع مستفاد اي حاجة غير ان انت بتسمع يعني ايه بتسمع سردل السلايدز انا مستفادش حاجة يا دكتور ده لا يقلل من الدكتور في شيء ولكن يقلل يعني يثبت عدم كفاقته في المادة دي هو مش عارف يشرح المادة دي لكن هو كدكتور فوق دماغنا فمن الدكاترة اللي انا هشرحهم لك هي جاست وان دكتور مش تلاقي يعني صراحة عنديش تجروه مع حد غيره البيين كلهم اغلبهم بيقرؤوا السلايدز لو تعرف حد احسن اكتبوه في التعليقات شرح الدكتور اسمها مروة ابو النصر بتدي مدني شرحها كان ممتاز سمعته كذا مرة سمعت عندها كذا حلقة كانت مختصرة في الوقت وفي نفس الوقت تقرأ الموضعات الاسسية وتشرحها بشكل كويس ولطيف يعني والناس كانت بتحبها فتقدر تسمعها اضع لك اللينك التاع وده لو الموضعات هي هي يعني الكورس التاع متسجل لو الموضعات اختلفت فتقدر تسمع الدكتور بتاعك وانت ونصيبك يا صديق العزيز شرح الكورس عندي على القناة الكورس دا عندي على القناة مشروح كاملا عشر الدروس كلهم مشروحين بالحل حدل على كل درس فوق ستين سبعين سؤال حاجة ان شاء الله هتعجبك فيه شرح تفصيلي لكل صفحة في السلايدس مش بشرح من عندي انا بشرح من السلايدس على الدكاترة فانا هبقى ضامن لك بإذن الله ان كل المنهج موجود في الحلقة لانا انا بشرح سطر سطر فتده ترجع للكورس وتحل معي الاسئلة لو نفس الموضعات لو موضعات اختلفت فاعمل نفس اللي انا بعمله في الحلقات يعني هو قطعا العشرة مشا يتغير كلهم هو يتغير موضوعين ثلاثة انت اسمع اللي انا منزله وشوف طريقة اللي انا بذكر بها لو عجبتك كفنت منها اعملها انت بقى مع نفسك في بقية الدروس اللي انا مشرحته اللي هي مثلا الدروس الجديدة عندك وهكذا ده رائع يعني الكورس اللي عندي رغم ان انا مصوره حرفية كروتة يعني انا مش احسن حاجة خالص فيه انا كنت ممكن اعمله بطريقة تانية تماما يعني انا بصار اول ما حد يجي يشكرني على حاجة انا لو معي وقت يا ابني والله ويعني سلامنا وفي عائد كمان كانت تبقى الدنيا جامدة اوي لو كورس مثلا مدفوع بحضره لا انت ممكن تشوف حاجة تانية خالص 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 يعني الستين مسألة اللي عاجبينها كان ممكن اخليهم متين وستين فمفكرة بس ديني وقت وديني ايه وديني ايه وديني عائد لان انا مش بعض بشعود متين وستين مسألة قاعد فاضنا حضرتك فمفكرة فلا اللي انا عمله يعني الكورس ده عامله انه عما كروتة ورغم كده كان محترم جدا عليه هو يعتبر اكتر كورس على القناة تسمع فاجربه ان شاء الله تفهم منه كويس ترشيحي تذكر ازاي اسمع دكتور المادة بتاعه لقيت نفسك تفهم منه كويس كمل معاه لقيت نفسك تيم مشكلة تدل تسمع الشرح بتاعي بعدها لقيت نفسك مش لقي لا الشرح بتاعي ولا شرح الدكتور ولا شرح حد كويس اعمل الشرح لنفسك انت افتح على المتصفح صفحة ترجمة صفحة ترجمة عربي الانجليزي انجليزي العربي الدنيا حط صفحة جوجل فاضية ابدأ سرش على كل سطر وافهمه مع نفسك واكتب ترجمة لي بالعربي واشرحه لنفسك وحط عليه اسئلة وهكذا ده لو انت يعني زنقت معاه يقدمك الدكتور بتاعك الشرح بتاع القناة شرحك الخاص بيك وانا افضل الثلاثة مع بعض يعني انك تعمل تشوف انه انسب ليك من الثلاثة المادة لي بالذات لازم انتحل اسئلة كثيرة جدا جدا عليها لانه هيجيلك في امتحان مئة سؤال تحلهم انت متخيل مئة سؤال نظري فلازم انت عاود تحلهم كويس يعني يقدر التنبيه انهم مش صعبين انا حرفيا اليوم يعني الناس بتسمع لو هم ادي فهم فهمين الكنان ايام يوم امتحاني يوم امتحان الريبرت رحنا متأخر كان يوم جمعة فمعرفنش نطبع الورق فدخلت متأخر حوالي نص ساعة انا عايز اقولك دخلت انا فضل الله كنت شرح المادة وكنت شرحها في وقتها يعني كنت بدرسها وبشرحها فانا ليلة الامتحان حلل الفايل اللي انا منزله كان فيه 500 مسألة 500 سؤال فانا دخلت الامتحان المئة سؤال حالتهم في 8 دقائق فضل الله يعني انا وصحابي اغلبهم 8 دقائق حرفيا على الساعة فانت ما تتخضش من رقم 100 بس لو ذكرت بطريقة صح وتعبت شوية مش اقولك تعبت كتير اتعب بس شوية هتنفسك بإذن الله تحل المئة دول في 10 دقائق بكبرها قوي يعني فما تستصعرش الموضوع الساعة بتتكرر اساسي مصادر الحل ركزها معي هتخش على درايف بتاعنا هتلاقي اسئلة على كل درس لازم ان يتحلوا كاملة لازم ان تجيب عليهم من اولهم الاخير لا تسيب درسة لما تحلوا اتنين عندي درس كلها كل درس عدد 72 مسألة في 80 في اكتر لازم ان تحلهم كاملة لا تسيب سؤال فيها بعد ان تخلصهم هتلاقي في درايف الدفعة في اسئلة mcq لازم ان تحلهم والاسئلة دي هي موجودة في الورقة فالتنين دول انا الاسئلة موجودة عندي ضمن انت بزاقة زيادة حاجات عليها زيادة بعد ان تخلص الخطوتين دول تعمل اسئلة لنفسك تمسك كل صفحة في السلايد تحولها لسؤالين او ثلاثة تمسك كل صفحة تحولها لسؤالين او ثلاثة ماذا ستتعلم من ذلك هتتعلم حاجتين هتتطلع بمعلومات في الدرس اللي انت بتذكره هتتعلم مهارة وضع الاسئلة ودي مهارة مش قليلة خالص هتتخليك قاعد داخل اللجنة برنس زمانك لماذا؟ لانك تعودت على ان تفكر بطريقة الوضع الاسئلة ليس طريقة الطالب اخرج من حيز او من زخنوء الطالب اللي انت عايش فيه اطلع منه خليك بره كده بص مره بنظرة الباحث زي ما قلتلك بص مره بنظرة الدكتور نفسه والتحدي هيئة يعني كان داخل دماغك انا شوالك روح اقول للناس انا دكتور انت انا دكتور وانا نيلة وانا دكتور وانا نيلة لكن انا بقول لك اعمل داخل داخل مخك عشان يتعود بدري بدري اتعود على طرق البحث بدري بدري اتعود على طرق وضع الاسئلة بدري بدري حتى لو هتغلط مش مشكلة اهم حاجة انك بتغلط وتتعلم بس وحاول لا تظهر نفسك للناس انا دكتور انا بحط اسئلة غلط اعمل كده مع نفسك والله لقيت النتيجة كويسة خلاص ممكن تساعد بها زميلة لقيت النتيجة لسه تتعلم ومحتاج تتطور نفسك لحد ما تصل المستوى كويس بإذن الله فانك تحط اسئلتك الخاصة ده انا انصحك بيه جدا هيتطول معك شوية لكن هيتخليك متقن للمادة الله مال بلغت لازم في الاخر تحل الامتحانات ده لا شك لانها بشكل كبير بتتكرر وبتيجي فيها افكار متشابه فلازم ان تحل الامتحانات السابق هتلاقي اكتر من الامتحان موجود فلابد انك تحلهم اخر حاجة ايه اتأكد ان انت بتحل السؤال يفضل تحل المثال على فترات متبعدة لكي يثبت في الدماغه انا انصحك من صيحة % ما قلتش حاجة قبل كده كل 3 دروس ارجع يوم تحلي اسئلة 3 دروس تانية ولكنه اصحلت 8 دروس تانية لو وصلت للدرس الالس ارجع يوم تحلي اسئلة الست دروس تانية لو وصلت للدرس التاس يوم تحلي 9 دروس تانية على بعضهم ان شاء الله تخش على الامتحان الاسئلة كلها في دماغك محفورة فهما وحفظا وتذكراً وتمكناً وأي حاجة أخرى ألف يعني فهم الفكرة فقط رهابت الشرح شرح دكتورة مروة زي ما قلت لك أي دكتور تاني فوق دماغنا شوف اللي انت عحبه ومشي معاه شرح الكورسي عندي لو دصت هيوصلك عليه على طول خلينا نطلع بره بص تلاقي شرح الدكتورة مروة هو كل درس ساعة ساعة إلا ده اللي مخلني حبيبت شرحها فتقدر تتابعه لو جيت هنا تلاقي الشرح بتاعي عشر حلقات أكتر ولا ألم شعال عشر عشر فيديوهات حلق كل فيديو فيهم بأفتح اللي سلايز بأشرح لك الدرس وشكراً هذه الدرس هوا على سبيل المثال أخبأ لك مصيبة انت لو رميت الجملة كده قلت لسه مشتريتش المايكة الجديدة هتترك الإنسان اللي فيهم هو الشخصي لا أحبش أسمع نفس الزمان عشان بنتقدني جميل جداً يعني انت لو سألتيني شرح الراجل ده حلو أقولك لا معيني في وقتها بأشايفه حلو يعني استغلاق الواحد بيتعلم بعد كيها تلاقي خلاص الشرحين دول زي ما قلنا بعد كيها تخش على درايف تلاقي درايف المادة حطت لك اللينك بتاعه انزل تلاقي درايف المادة وورق الحل بتاعي واللينكات العامة تعال نطلع برا علمك كل واحد بتمشي فيه ازاي افتح درايف المادة تلاقي لكشر سلايز تلاقي عربي انجليزي خش على الإنجليزي ذاكر بالإنجليزي على طول واشرح نفسك بالعربي ما تجيبش حد ترجم السلايز بجوجل ترانسليت ان هذا شيء سيء جدا انت بترجم وانت فاهم وبالترجم وتحط المصطلحات اللي لازم تكون عارفة بالإنجليزي في وسط الكلام مش عيب يعني انت مش بتكتب وثيقة دولية اكتب عربي على إنجليزي عادي مش يحصل حاجة زي ما انا بكتب كده هنذاكر نهاردة عادي اكتب كده بس عشان تعلم صح فاهم هتلاقي السلايز كلها هاي افتح مثلا اي سلايز منهم اريك تذاكرها ازاي بشكل عملي هي السلايز للأسف مش مشروحة بضمير يعني مش معمولة بشكل يخليها تتفهم بسهولة الدكتور عالي البحراوي اللي عملها السلايز لمحتوها جميل جدا لكن مش معمول بطريقة تتفهم بسهولة لازم ان دكتور يشرحها بضمير ما ينفعش تعتمد على قرائتها فقط وحاصل عنوين حلو؟ فاندلتي هخش مثلا على درس reading skills مهارات القراءة جميل ترجمة العنوان فهمت الدنيا خش على الدرس اول اول صفحة هتعمل ايه؟ هتعتبر ان كل سطر هيجي في المتحان اسمع مني لانه اللي بيحصل كل سطر الدكتور بيضعه في المتحان الدايرة دي معمولة عشان تقولك ان دي نقطة ودي نقطة ودي نقطة فممكن يجيلك ثلاث اسئلة طيب علمك تحط ازاي اسئلة بيقول لك learning انت مش بتحدد الدكتوراه في اللغة انت اكتب باللغة تاخد خاصة وهو بعد ما يجي في المتحان ومنك تفهم معناها بيقول لك learning shouldn't be painful or boring يعني التعلم بشكل عام عملية التعليم ما ينفعش تكون حاجة مؤلمة لك او مضيئك ولا شيء ممل انت بتعمل ايه؟ خلاص تم كاتب دي عندك تقول كلاب العربي التعليم لا ينبغي ان يكون مملا ولا مؤلما ولا ضرا بالطالف مثلا وتم كاتب تحتها بين قصين learning shouldn't be painful or boring لماذا تكتب تحتها؟ هايبقى كتابة كثيرة صح؟ عشان كده قلت لك اعمل فايل باور بوينت خلي الجزء ده عملي هتفتح كده هتعمل فولدر لنفسك يعني نفسي اعمل حلقات للكلام ده او الله بس اقول لي في التعليقات لو عايزني اعمل لك حلقات اقول لك تنظم بيها ازاي مذاكرتك يبقى زي الفول انا اشغال في ده بس ايه؟ بعمل معك عمل ايه ها هنكتب مثلا احنا هنذاكر report writing جميل اعمل كده او ما تبدأ تذاكر المادة اعمل كده حالو نفتح ندي جي report writing طيب جميل افتح جوه ال report writing ده اعمل فولدر تاني حلو سميه lecture one خليك منظم يعني التنظيم ده ممكن يبقى متعب شها في الاول بس يرياحك قدام جوه تقوم عامل file powerpoint تقوم فتح file powerpoint هاو عمله جدا معك او عشان تتعلم صح اه ديه هو file powerpoint افتح blank presentation لما بتعرفش تتعلم مع ال powerpoint يفضل اوي تسمع اي كورس فيه اخد حاجة في ودنك كده ستقرش الحد يعني انا اوع كده اي خدمة بصرب لك معلومات خاصة احنا فين ال بص هنا powerpoint فيه الدرس الاول الثاني فيه الدرس الثاني انا بحضر كورس ال powerpoint الوقتي بس ايه يعني لسه ما خلصتوش ده كله ورق شرح ال powerpoint لسه ما نزلش يعني انا وصلت لحد حاجة و سبعين صفحة تحضير او حاجة و ستين فده غير الدرس الاول فان شاء الله هعلمك برامج الوفيس كلها بس لما يجي وقتها وهعملها بشكل ان شاء الله يكون كويس يعني ما يكونش لم اصبق اليه هكون بشكل عربي يعني فخلينا بس تلاقي فانت لو مش تعلمه ابحث على النت على اي حد يعلمه لك مهم يعني تقوم عامل صفحات فاضية زي كده وتقوم ماسك الصفحة الاولية وتقوم رايح على design تعمل تمبلت خاص به وليكن ده حلو وابدأ اقوم جايب هنا احط كتابة بسيطة عندما حدش يشوف الكلام ده ويفضل لو تعمله على اني حد يشوفه يمكن يطلح لي وتوريني الناس فهم الفكرة وتبدأ تكتب القراءة القراءة اولا حكا اننا كده معلية التعلم لا ينبغي ان يكون مؤلما او ضارا بالطالب جميل عدد كله كبر الخط خلي حاجاتك تبع سهلة في المذاكرة واعمل contrast في الالوان صنطره خلي الخط كبير مثلا يعني التعلم لا ينبغي ان يكون مؤلما او ضارا بالطالب خدها كده هو مثلا يعني خلاص خلصنا ثم اذهب على الاتعة بتاعتك ثم اعمل كده هو ويندوز مع شفت مع حرف الاس اعملها كده هو تاخد دي سكرين حتى كده قلت لك احسن من ورق احسن ما تكتب على كشكول ورق ثم جايح حطتها هنا تحتها كده هو حلو ايه ما انا عملتك؟ ممكن تخليها في صفحة واحدة وهذه الميزة هذا الورق ليس بفلوس انت ممكن تعمل حرفين الف ورق ليس بفلوس خالص يعني فهم الفكرة التعلم لا ينبغى ان يكون مؤلما او ضررا بالطالب هذه نقطة قد تكون موضع المتحان هحطها كده في صفحة واقوم ايه وممكن بقى اعمل حاجة حلوة ايه اعمل كده هو اعمل كده هو اعمل كده هو copy اعمل تحت اعمل تي ار اف يعني true or false صحة والغلط حلو اعمل تحت اعمل كاتب learning learning should be harmful ابدأ فكر بقى انت بحط نفسك مكانه harmful to the student the students هل التعليم لازم يكون ضرر بالطالب فالاجابة اعمل كده هو خلصة بتقلف اسئلة بقى false ما ينفعش يكون ضرر بالطالب يبقى انا عملت ايه كده دلاتي او انا بذاكر ده مثال عمل انا ممكن اعمل لك الحاجات دي بحط تفاصيل اكتر وحاجات اكتر تساعدك في المذاكرة بس بصلا اعملت ايه عملت صارح للنقطة بالعربي النقطة نفسها من السلايد عشان تقربت نفسك دائما بمنهجة كلية مش بتذكر عربي وخلاص وعملت سؤال من تأليفة عليها فا ايه اللي حصل ادلتني السؤال ده يعني ايه يعني سؤال لو عملت كده اربعين مره فانا عملت اربعين سؤال من تأليفة وانت فكر ان انا ما بقالف اسئلة انا كده جامد ولا جامد ولا حاجة ده انا حاولت النقطة للسؤال فاهم الفكرة فا ايه اللي حصل تكتب كده هو لك وان دي لكشور وان حل وتمريح مديل الناس او او اه ترى لو هو كويس يعني تمريح رفعه على على درايف ولا حاجة وتبعته للناس الناس تعلمت منك خلاص فاهمت الفكرة ايه بس يفضل بقى طالما انت عارف الناس هتشوفه تعملوا بضمير وتبقاش عامل كلام ايه كلام يعني فاهمت الفكرة ايه ده مثال عملي اه اظن اتمنى تكون استفدت به لو عايز نعمل لده حلقة مخصوص اكلمك ازاي فعلا تلخص المواد بطريقة بسيطة وتساعدك في التذكر اكتب لي ده في التعليق وان شاء الله عملها ايه فالحد ينزل فل ايه تاني اه خلاص يبقى انا حاطت شرح الجملة بالعربي كتبت الجملة بالانجليش من السلايز حاطت عليها سؤال اعمل كده مع كله هيجيلك يقول لك ايه لازم ان تشتغل بجد عشان تعرف شيء معين طيب اه لا تستغرب يعني لا تستغرب if the subject that you think is the likely if the least likely to be useful when stuff to be the key to your success يعني ما تستغربش لو المادة اللي انت مفكرها يعني مش مفيدة ليه خالص اقل مادة افادة ليك اتحولت عشان تكون هي مفتاح النجاح عارف الجملة دي هجيلك منتحم بالنص فانت تخذها سكرين تحط فوق شرح خاص بيك يفهمك الجملة ويفكرها تحط سؤال من تأليفة تقول ايه مثلا تقول بالعرب كده تحول انجليز عشان مش فاضين نتكلم يعني انجليز هل المادة اسمها ايه؟ الاقل في ايه ليك؟ لابد وحاتما انها تكون بعيدة عن النجاح لا ممكن تكون ممكن to winds up to be the key to my success فهمت الفكرة ايه؟ فانت افتكست سؤال من عندك بنان على فهمك للسلايدز فممكن تحط تعمل كده شرح عربي الجملة من السلايدز تحطها بالنص بعد كده تعمل سؤال مباشر وسؤال غير مباشر نصيحتي ليك اعمل اربع حاجات دول بإذن ان اعمل لك حالة اقول لك تلك كلامة بالتفصيل نأتي هنا reading the mother of all story skills هذا سؤال في امتحان طب اقول لك حاجة ومن انك بتصنعني دلوقتي ارجع هنا لما تخلص المادة وتخش الامتحان ستجد السؤال ده جاله هيقول لك reading تعتبر هي او نقط نقط يعتبر the mother of all story skills تعتبر ام جميع المهاربة على التعلم هي القراءة فقالي سؤال يبا انت تعمل كده سؤال اكمل نقط نقط the mother of all story skills تحط اختيارات من عندها to reading ولا تقوم اعمل كده هو ولا مثلا اسمها english punctuation ولا مش عارف وتماخد اي عناوين اخرى من الدروس تقوم اعمل كما الدكتور يعمل الدكتور يعمل كده والله هي دي طب تقوم جاي بعدها there is no gene that makes you a god or a bad reader لا يوجد gene يجعلك قرئ جيد او قرئ سيء ثم انت جاي عامل لنفسك سؤال there is a gene that makes me or that makes you a good or a bad reader صح والغلط غلط لان انت قلت there is a gene هو بيقولك there is no gene طب تيجي تقول reading is an acquired skill صح والغلط صح reading is نقطة skill تم حطت acquired ولا اي حاجة بقى فهمت الفكرة حط انت كلمات اخرى فهمك انها مش acquired مش مكتسبة بقى وهي كذا شفت انا كل نقطة ممكن احط عليها سؤال يعني عشان بس الوقت انا ممكن احط في فايل زي ده فطبعا ده كلام فاضي ده مش هتقري فعين فكرة الكلمات كلها تبقى اي نقطة يعني when you should worry امتى تقلق لو انت بتقرأ بالراحة او بديك مثال على القراءة انك تشوف تقرأ بسرعة ولا لا فحطت لك فاقرة تقراها مش معنا ان ده يدرس فانا ممكن احطرك في فايل زي ده 50-60 سؤال وده اللي اعملته هتليني دخلت لو دخلت عندي هتليني مسك كل درس مثلا الدرس السابع اي حاجة هتليني حاطة سؤال اجابات سؤال اجابات سؤال وفي الاخر اجاباتي اللي هي اصلا موجودة في السلايد لا اعمل حاجة اضافية يا عامش جامد لما عملت كده او احطت 28 سؤال وانا قاعد فاضي في لحظة فراغ لو جئنا على الدرس اللي وراه هتليني حاطة هنا حابة اسئلة برضه حوالي 33 سؤال وانا قاعدت فراغ ومتجاوبين اعملتش اي حاجة اضافية اعملتش اكشن سؤال اخطر متجاوبين 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 من ترتيب الدروس كل الدروس كل الدروس السئلة دي اغلبها انا اللي مقالفها عايز اعرفها ومنها حاجات من المتحانات سابقة ومنها حاجات الى اخرها فخلاص فاعمل هذا لنفسك وطور فيه مش هاد ما تعمل كما انا عمل هذا بالضبط اعمل حاجات مطورة زي ما وردتك نموذج للتطوير اعمله لنفسك ولو طلع كويس ورليه لصحابك لو صحابك ايدوك وقلوك كويس ورلي الناس فهمت الفكرة ايه بس مش عايز منك ايه حاجة اخرى ملحوظة يعني الكورس عندي مش حاجة ضخمة عشان تعرف ان المادة تفحى فعلا لو رحت عالمواقع زي ويتي اكسبتور دخلت اللينك بتاع القناة او بتاع الكورس هيقولك الكورس ده عبارة عن 10 فيديوهات بليليست واحدة تلاتاشر ساعة ونص يعني المنها كله في تلاتاشر ساعة ونص فانت عايز ايه ثانية يعني ممكن تجيب ايه بلص في المادة دي ان شاء الله بتراتاشر ساعة ونص خمسة وعشرين الف مش عايزة سياق من دي خلاص بس كده فربنا وفقك كده اذن خلصنا واقرأ الخاتم مع نفسك عشان طولت كده نتقابل ان شاء الله في مواد الترم التاني لو قررت ان اصورها فالسلام عليكم